كما شهد وزير البترول طارق الملة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات خلال فعليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 تضم اتفاقية خاصة بالخدمات بين الهيئة المصرية العامة للبترول وبيكير هيوز لتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا مذكرات تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشنايدر إلكتريك إيجيبس للتعاون لتنفيذ مشروع مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول كما تضم مذكرات تفاهم بين شركتي المصرية القابدة للبيترو كيمويات وخشب إيطاليانا لأعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع العالمين للبيترو كيمويات في مصر